اشتركوا في القناة الجهود المبدولة للارتقاء بجودة الخدمات الشاملة والحرص على تلمس احتياجات المواطنين بمختلف مناطق المملكة واستيعابها ضمن خطط وبرامج عمل الوزارة حيث تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها حميدان تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة المواطنين وتلمس احتياجاتهم بصورة مباشرة وميدانية اذ تعكس هذه التوجهات حرص سموه على تعزيز الامن الاجتماعي والاستقرار المعيشي لجميع المواطنين واكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مراجعة وتقييم البرامج والمشاريع التنموية في تنفيذها في مختلف مدن وقرى البحرين وقد وجه سعادة الوزير بالنظر الفوري في ملاحظات ومقترحات المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لها بما يكفل حصول الفئة المستهدفة على الخدمات بكل يسر وسهولة بناء على التوجيه كريم صاحب السمو الأمير خليف مسلمان آل خليف رئيس الوزراء الموقع بتفقد احتياجات المنطقة من الأمور القاصة بالخدمات طبعا هذه زيارة تأتي ضمن اهتمام سموها بالاهتمام بمناطق البحرين كلها بالأخص المناطق التي تحتاجها لخدمات لاستكمال البنية التحتية فيها ولسيد حاجة الأهالي تأتي هذه الزيارة كذاك في سياق اهتمام سموها الذي رسخ العمل الميداني للوزراء بشكل عام بالذات وزارة خدميين للنزول للمناطق وتفقد الاحتياجات التي يحتاجونها للمناطق وهذا بلا شك يعطي في مصلحة المواطنين ومصلحة تلك المناطق وان شاء الله هذه الزيارة بلا شك هي محل تقدير واهتمام بالقي من أهالي المنطقتين يكنوا لسموها يسموها يسموها كل احترام والتقدير وسموها يسموها أيدي البيضاء في منطقة الحورة والغضبية الكل يعرفها وان شاء الله الله يعطي الصحة والعافية وان شاء الله دائما نشوف البحرين مثل ما نتمنىها كشعب والله يحفظ القيادة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة